تويتر البرنامج أو هاشتاغ السادة أندرسكور الملاعب كما يمكنكم متابعة كل أخبار السادة على مواقعنا mbc.net إذن حلقتنا تبدأ نبدأ مع عودة منافسة دور كأس الأمير محمد بن سلمان للدوران بعد التوقف للمشاركة في بطولة كأس العرب قطر فيفا 2021 سنتعرف على أبرز الأرقام وسباق الصدارة والمزيد من التفاصيل مع حسين الطائر نتابع ها قد عادت عجلة الدور للدوران بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العرب في قطر والمباريات المؤجلة ونهاية الدور الأول من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين بمئة ومباراتين من أصل 240 مواجهة في دور كأس الأمير محمد بن سلمان انتهت بحلوها ومرها ومع توقي القليل على انتهاء الدور الأول ومع استئناف المسابقة وارتفاع حدة التنافس والسباق على صدارة الدوري واستعادة الاتحاد للصدارة عقب الفوز على الطائب هدف وحيد وسط مطاردات الشباب وضمك وكذلك الهلال من تعثر أمام النصر من يحل رابعا وإليكم بقية الترتيب منذ انطلاقة دور المحترفين عام 2008-2009 غالبا ما يكون بطل الشتاء هو بطل الدور عدا ثلاث مناسبات أفلت خلالها اللقب من بطل المرحلة الأولى وفي قائمة الهدافين يتصدر إيقال رفقة تاليسكا وتوامب السباق أما البرازيل الساحر إيغور كورادو هو من يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري ثم بانيوتس الفيحة وصيفا له سعد بغير يتصدر قائمة أكثر لعبي الدوري صناعة للفرص متفوقا على بانيقا ويوسف الجبل وكورادو أما على الصعيد العمل الجماعي والتنظيمي فالهلال أكثر الفرق تمريرا في الدوري ثم الأهلي فالنصر والشباب والفيصلي فيما يتسيد النصر الفرق الأكثر تزديدا للكرة فالهلال والتعاون والأهلي والشباب سعيد سعيد والمساحة سعيد والمرور من أمام مع السيري سعيد يا 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 أبرز الأرقام في دور كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن الاتحاد والشباب هما الأقوى هجوميا بينما الحزم الأضعاف رفاق أحمد حجازي هم الأفضل دفاعيا بينما الأضعاف كان التعاون وحل الأهلي والهلال والفيصلي كأكثر الفرق تعادلا في الدوري والأكثر خسارة هو الطائي فيما كان أعلى معدل تهديف في المسابقة في الجولة الخامسة بواقع 26 هدفا وأكبر نتيجة في الدوري كانت من نصيب الاتحاد على أبهى فماذا تخبع لنا الجولات القادمة من الدوري حسن الطائي صاد الملاعب أبدأ معك